كشفت تحقيقات اللانيابة العامة نقاط تسرب اللمادة البترولية وإطلاف اللخط النقل لها بحادث طريق القاهرة الإسماعيلية بالإضافة إلى بداية اندلاع الحريق وتوالي اللانيابة الإجراءات وصولا لأسباب الحادث والمسؤول عنه كما أضاف بيان اللانيابة العامة أنه بالانتقال لمحل البلاغ تبين وجود كسر بالخط التابع لشركة أنابيب البترول ما أسفر عن تضفق المادة البترولية التي يحملها إلى الطريق العامة كما تمكن فريق اللانيابة الذي انتقل إلى مسرح الحادث لمعينته من تحديد نقطة تسريب المادة البترولية حيث تبين أن فيها آثار حفر بنقطة التسريب وقطع بالمادة العازلة بالخط هذا وانتدبت النيابة لجنة لفحص ومعينة الخط الناقل للمادة البترولية محل التسريب لبيان ما به من إطلاف وهذا إذا كان قد حدث عن عمد أم أهمال في أعمال الصيانة أو نتيجة خطأ من قراء الأعمال التي تجرى بمحيطه اشتركوا في القناة